لم ينتظر الشركاء أن يفرغوا من صراعهم على الحقائب الوزارية حتى بدأوا صراعا من نوع آخر يعزف على وتر حساس وموجع ويسوي قصرخات المقهورين لمآربه السياسية وكأن من خرج مطالبا بالعيش الكريم وكف أذى الفاسدين ينتظر من البصرة أن تصبح أقليما لينعم بما أراده طاطر طاطر بعد جراء التخدير ووعود الإصلاح بات الحديث عن تحويل محافظة البصرة لإقليم يتصدر ألسن زعماء كتل السياسية كانت تدعي محاربة فكرة الأقلمة لكن الورقة الرابحة اليوم من حيث الضغط أو الاستحواذ جعلت أمر الأقاليم مفتاحا للحل فهلل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالك بالفكرة وبدأ حراكا سياسيا يعتمد اللغة الجاذبة شعبيا لتأليب الشارع للمطالبة بإعلان الإقليم مستغلا مستوى الخدمات المرترد وغضب الشارع البصري على الحكومات المتعاقبة القيادي في الاتلاف خلف عبدالصامت قال إن المطلب دستوري محضة ولا سلطة لأحد سوى الشعب في تعطيله وهنا تفرغ مقاربة بسيطة أين حق الشعب عندما عازف غالبه عن الانتخابات تحالف الفتح تبع شريكه بدعم المطلب فقالت النائبة عنه زهر البجاري إن الوقت مناسب جدا لإعلان القليم البصرة لافتن إلى أن ثمانين بالمئة من موازنة البلاد مصدرها المحافظة التي يئن سكانها تحت وطأة الفقر والبطالة وبصرف النظر عن تفنيد فكرة تغير الأوضاع بدون تغيير الإدارة فإن توقيت المطلب يحرج عبد المهدي بل قد يتسبب بأزمة سياسية تكلفه الكثير مع تصاعد الغضب الشعبي وتلاحق الأزمات على البلاد بالإضافة إلى ابتزاز الرجل للحصول على مكاسب سياسية ومالية كما قال النائب عن تيار الحكمة علي البديري الذي رابط بين اقتراب الموازنة والصراع على الوزارات الشاغرات من جهة وتصاعد الدعوة للإقليم من جهة أخرى مؤكدا أن كتلا سياسية عدة تلوح بهذا الأمر بغية الابتزاز أو الضغط على عبد المهدي